اليوم رح نحكي عن تخصصات التمريد في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض التخصصات هذه عمرك ما سمعت فيها اليوم رح نحكي عن الجزء الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد ناصر أبو يوسف بحييكم من قناتي مذكرات ممرض اللي بنتكلم فيها عن التمريد مهنة العظماء فلو عجبك الأنوان خليك معنا للأخير ولا تنسك العادة الهند واشنك البسلي غلافز وهاتي الماسك وتفضل معنا بالعادة أي ممرض عندما يدخل إلى مقابلة عمل بسأله بعض الأسئلة عن خلفيته العلمية وخبرته العملية ومن وين تخرج وين اشتغل وإلى آخرها ومن أحد الأسئلة اللي بنسأل دايما هو هل تحب أن تتعلم القليل عن الكثير أم الكثير عن القليل يعني بالعربي بتحب تظلك ممرض عام جنرال ولا بتحب تتخصص في تخصص معين وتتعلم كل شيء عنه زي مثلا تمريد الطوارئ أو الأطفال أو التخدير أو التنظير أو غيره أنا شخصيا مع التخصص أنا مع فكرة أن الواحد يتخصص بتخصص معين ويتعلم كل شيء عنه لأنه إذا أنت ظليت ممرض عام مش رح تستفيد إشي صعب جدا أنك تلمو أو تتطور وحتى على مستوى الزيادة في الراتب رح تكون متواضعة بالنسبة إلى وضعك لو تخصصت بتخصص معين السبب في ظهور أغلبية هذه التخصصات هو قلة عدد الأطباء ففي أمريكا وبريطانيا والدول المتقدمة عدد الأطباء قليل جدا لأنه الدراسة غالية جدا وبالنسبة لهم يقدر الواحد يدرس أي تخصص ثاني أسهل أو عدد سنين دراسته أقل وحتى المهاجرين من بلاد ثاني قليل جدا ما ييجوا لأنه نظام الهجرة ونظام التسجيل في النقابة للأطباء أصعب بكثير من باقي المهن فطلعوا بفكرة أنه يعملوا شيء اسمه نيرسنج براكتيشنير أو نيرسنج كونسلطانت أو نيرسنج سبيشاليست النيرسنج براكتيشنير بيكون دارس مجسير في تخصص معين مثل تمريض الأطفال مثل تمريض الأمراض النفسية مثل تمريض الجرياتريك وإلى آخره وهذا مسموح له يفتح عيادة يفحص الناس يكتب وصفات مثل ما بيعمل للطبيب العام أو طبيب الأسرة بالضبط حتى التخصصات اللي بنعرفها إحنا مثل تمريض الطوارئ وتمريض العمليات وتمريض غسيل الكلة وتمريض الولادة وغيرها عندهم الطريقة اللي بيختصوا فيها بهذا التخصص تختلف عن عنا تماما فمثلا عشان تصير ممرض أخصائي بالطوارئ لازم يكون عندك خبرة سنتين ثلاث بالطوارئ بعدين بتقدم امتحان اختصاص ممرض طوارئ أو بتأخذ دورة سنة بالتخصص أو بتدرس دبلوم عالي سنة ونص أو بتأخذ ماجستير أو دكتوراه في تمريض الطوارئ وبعد هيك ممكن تصير أخصائي طوارئ ممكن تصير استشاري طوارئ حسب الدرجة العلمية اللي بتحصل عليها في هذا التخصص ممكن بعد التخصص بتمريض الطوارئ تتخصص في تخصص دقيق شوي فبعد الطوارئ مثلا ممكن تصير ممرض أخصائي طوارئ أطفال ممرض أخصائي طوارئ اكبار أو مسنين جرياتريك ممرض تخصص فلايت نيرس يعني بتروح بالهليكوبتر بتجيب المريض مش بالسيرة الأمبلانس وهكذا أغلبية هذه التخصصات إلها نقابة قائمة بذاتها ففي نقابة لممرضين الطوارئ نقابة لممرضين العمليات نقابة لممرضين الكلة وهكذا وبعضها ملهاش نقابة وبتأخذ الاختصاص أو شهادة الاختصاص من منظمات معينة مثل الأمريكان كريدين شيلينج سنتر على سبيل المثال وبعضها بتقدر تأخذ الشهادة من أكثر من المكان قبل ما نبدأ أنا اذكرت التخصصات اللي أنا اذكرتها فلو أنت بتعرف تخصص مش موجود في هذول بكون ننسيته فقط لا أكثر في هاي السلسلة رح نتكلم عن حوالي 100 تخصص بالتمريض موجودة بأمريكا منها 10 أو 15 بحياتك ما سمعت فيها ومش موجودة إلا بأمريكا أول تخصص اسمه هذا هو نفسه بس بكون معه أو دكتورة في التمريض مع التركيز على تخصص معين مثل النفسية أو الأطفال أو توليد أو غيرها بكون معها رخصة Advanced Practice Registered Nurse License فهذه بتطلعها في الولاي اللي بدك تشتغل فيها وممكن تأخذ الرخصة من أي من التالية يا بتأخذها من American Nurses Credentialing Center يا بتأخذها من American Association of Nurse Practitioners اللي هم منظم الحال إذا بدك تختص بالأطفال ممكن تأخذها من Pediatric Nursing Certification Board اللي هو مجلس ترخيص ممرضي الأطفال وممكن تأخذها من National Certification Corporation هاي بتأخذها لكل التخصصات وممكن تأخذها من American Association of Critical Care Nurses ممكن تتخصص ك Family Nurse Practitioner بتصير بدل دكتور Family Medicine Pediatric Nurse Practitioner بتصير بدل طبيب الأطفال Adult Gerontology Nurse Practitioner بتصير مختص في علاج المسنين ممكن تصير Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner وممكن تصير Women Health Nurse Practitioner يعني بدل القابلة ممكن تصير Neonatal Nurse Practitioner شغلتك الخداج أو الحديث الولادة وممكن تكون Acute Care Nurse Practitioner يعني مختص في l-ICO كيف تأخذ هاي الرخصة؟ أول شي بدك تكون معك باكالوروس أصلا لازم تسوي امتحان متخصص في Nursing Practitioner بتخصص معين لهو أطفال أو نسائية أو زي ما قلنا ولازم نكون أنت اشتغلت لساعات عملية هاي الساعات عددها بختلف من تخصص للآخر يعني عشان تأخذ أطفال لازمك عدد ساعات عشان تأخذ نسائية عدد ساعات يا أقل يا أكثر حسب الجهة اللي بدها تعطيك التخصص عادة بطلب منك من 500 إلى 700 ساعة وبتأخذ الرخصة صالحة لخمس سنوات عشان يتجدد الرخصة كل خمس سنوات لازم تأخذ دورات ما بين 75 إلى 100 ساعة تختلف من جهلة الثانية كل خمس سنوات في مستوى ثاني من مستويات التخصص اللي هو Clinical Nurse Specialist ممكن تتخصص في Adult Gerontology ممكن تتخصص في ممكن تتخصص بالنيو نيتل بالأونكولوجي السرطان بالكارديولوجي بالمينتال هيلث أو بالكريتيكال كير عشان تأخذ هاي الشهادة لازم يكون معك ماجستير أو دكتوراه مع خبرة سنتين أو ثلاث قبلها حتى يسمحوا لك أنك تدرس التخصص أصلا وبتأخذ الرخصة من American Credentialing Center أو American Association of Critical Care Nursing اللي هي منظمة ممرضية للرعاية الحرجة لتجديد الرخصة لازم تمارس المهنة بعدد مختلف من الساعات مختلف حسب التخصص اللي بدك تدرسه عادة من 1000 ل2000 ساعة يعني من سنة لسنتين تقريبا خلال 5 سنوات يعني أنت خلال آخر 5 سنوات لازم تكون دومة سنة أو سنتين في قسم أطفال عشان تدرس تخصص الأطفال أو سنة إلى سنتين في قسم القلب عشان تدرس تخصص القلب وبتأخذ الرخصة عشان تجدد الرخصة لازم تأخذ عدد معين من الساعات من الدورات والتدريب والتعليم المستمر هذا بيختلف من 75 إلى 100 ساعة حسب مين بدي أعطيك الرخصة ويمكن أنك تنتسب إلى منظمات مثل الـ National Association of Clinical Nurse Specialists اللي بتمدك بالمصادر والدورات والتعليم وخلافه هذه بتأخذ منها علم أو بتأخذ منهم دورات وتدريب ما بتعطيك الرخصة تخصص الثالث اللي هو الأستيتيك نيرس أو الكوزماتيك نيرس يعني ممرض قسم التجميل أو ممرضات قسم التجميل هاي الممرضة الدراس اللي بتدرسها بتشمل طب الجلدية جراحة الوجه والكفين الجراحة الـ Reconstructive أو الترميمية وجراحة التجميل أو البلاستيك سيرجيري فهي ما بتدرس بس تجميل بتدرس تخصصات ثانية معها تدعمها بتأخذ التخصص والتدريب من American Society of Plastic Surgical Nurses بعد ما يكون معها أصلا بكالوروس ناجحة إنكليكس وخبرة يفضل يكون عندها خبرة في قسم جلدية أو تجميل أو أي تخصص قريب من التجميل ويكون عندها تدريب متخصص في تمريض التجميل في أكثر من رخصة بتقدر أو بتقدري تحصل عليها ممكن تحصل على تخصص Certified Aesthetic Nurse Specialist هاي بتخذيها من اللي بلاستيك سيرجيكال Nursing Certification Board اللي بتشترط رخصة سريط المفعول يعني معك باكالوروس ونجحتي بالإنكليكس وخبرة سنتين على الأقل يعني ألفين ساعة منهم على الأقل ألف ساعة فيه التخصص جلدية تجميل عيون تجميل الوجه جراحة الوجه والفكين إشي قريب منها يكون عندك هذول الألف ساعة خلال آخر سنتين يعني آخر سنتين يكون نصهم في واحد من هاي الأقسام وتجتازي الامتحان أو بتخذي تخصص Certified Plastic Surgical Nurse وبتخذيه من نفس النقابة ال-PSNCP واللي بتشترط رخصة RN سارية المفعول يعني باكالوروس ونجحتي وخبرة سنتين على الأقل في تمريض التجميل منهم ألف ساعة على الأقل في تمريض التجميل خلال آخر سنتين وتجتازي الامتحان تبعهم كلا التخصصين بيحتاج للتجديد الرخصة كل ثلاث سنوات بشرط 45 ساعة دورات وتعليم مستمر في التخصص المتعلق بتخصص الممرض أو الممرضة التخصص الرابع اسمه Ambulatory Care Nurse اللي هو ممرض العيادات الخارجية ممرض العيادات الخارجية يخدم العناية التمردية في العيادات أو في عيادات الأطباء اللي هم منظم الحال اسم هذا American Academy of Ambulatory Care Nurse بنفعة تكون متخرج من كلية أو دار السنتين أو جامعة وبعض دي هتأخذ نيكليكس وتشتغل في عيادة الرخصة بتأخذها من نفس المنظمة واسمها لازم تتخرج من الجامعة خبرة ألفين ساعة على الأقل ثلاثين ساعة دورات كل هذا خلال آخر ثلاث سنوات وبعدين تتخصص بهذا التخصص وبرضو بدك تنجح في الامتحان تبع الامبولاتوري كير نيرسنج سرتيفيكاشن إكزام هاي الرخصة بتجددها كل خمس سنوات وشرطة تكون في الخمس سنوات مايخذ خمس وسبعين ساعة دورات جزء من هاي الخمس وسبعين ساعة لازم يكون متعلق بشغل العيادات ولازم يكون عندك ألف ساعة بخبرة بالعيادات زي ما قلنا تكمل مشروع لتطوير القسم أو وتكون معطي دورات تكون ناشر أبحاث تكون مشترك فيه بحث أو نشاط لتطوير الجودة الكواليتي أو تكون شغال كبريسبتور يعني الممرض أو اللي بتعين جديد أنت تعلمه الشغل فهاي كومبتنسي أو سكلة حالها بدك تتعلمها رقم خمسة التخصص الأحلى والأغلى والكل بيحبه والكل بيسألنا عنه اللي هو الأناستيزيانيرس ممكن بعد البكالورس تكمل ماجستير وتصير ممرض فني تخدير وهذا التخصص محبوب من الكل لأنه أعلى رواتب يعني أنت بين يوم وليلة ممكن يقفز راتبك من خمسين دولار للساعة مثلاً إلى مية وخمسة وعشرين أو مية واربعين دولار للساعة ممرض التخدير بسمه Certified Registered Nurse Anesthetist بعد الرخصة وبعد الإنكليكس وبعد خبرة سنة في قسم عناية مركزة بتأخذ هاي الرخصة يمكن تأخذ البرناوج الاختصاص من Council on Accreditation of Nurse Anesthesia Educational Program عادة بتأخذ درجة دكتوراه Dr. of Nursing Practice أو Dr. of Nurse Anesthesia Practice وهذا بتضمن تدريب تمريضي مكثف بعدها في امتحان National Certification Examination اللي بتعقده National Board of Certification and Recertification Four Nurses Anesthetists عشان تجدد الرخصة بدي أكون معك ثمان سنوات من الدورات دورتين بواقع أربع سنوات لكل دورة وكل دورة فيها مية ساعة وبعد كل ثمان سنوات في امتحان Continued Professional Certification استنونا في الجزء الجاي لسه في مية تخصص ما حكينا عنهم ولو عجبك الفيديو لايك للفيديو لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان نوصلك جديد لأول بول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته